الحاجة كمان اللي احنا عايزين نتكلم عنها كمان في حاج القلوب اصل حاج القلوب ده يا عالم تاني خالص مين قال مين قال اللي هنا محجوش يستطيع كل واحد فينا النواة يحج وتعالوا نشوف ازاي نتكلم بقى في حاج القلوب عن يوم عرفة يوم عرفة بقى فهو افضل ايام الدنيا الله سبحانه وتعالى قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الاسلام دينا فإن الحاجة فالآية دي نزلت يوم عرفة نزلت يوم عرفة ليه لبيان فضل هذا اليوم فعندنا في الآية دي اكمال الدين ادي واحد ويتمام النعمة اتنين والرضى بالاسلام او اسلام الرضى فاذا اردت ان انت تتعرف على يوم عرفة فلابد ان انت تتعرف على الآياء معاني التلاتة دي وعشان كده سيدنا عمر قال ان هذه الآية نزلت في عيدين عيد يوم الجمعة وعيد يوم عرفة اذا يوم عرفة كان عيدا يوم عرفة دا جاي عشان يدول القلوب الموجوعة لازم انت في يوم عرفة دا تكون تهيأت للعيد بان تكون موصولا بالله ليه طيب يوم عرفة يوم العيد لان كل يوم تتيقن في انك مشهود من الله فهذا يوم عيد وهذا المعنى الاهم في يوم عرفة فكانوا بيسألوني هو يوم عرفة الذي نعرف فيه الله قال لا بل يوم عرفة الذي نتيقن فيه من معرفة الله لنا يا سلام اتيقن بيوم معرفة الله لنا ولزيك ايه في يوم عرفة اللي في الحجيك لو انه ظن ان الله لن يغفر ان الله لن يغفر له فقد اعظم على الله الفرية فاذا انت صليت الفجر ورأيت الله سبحانه وتعالى ينظر الى قلبك وانت تتلق قرآن الفجر فذا يوم عيد فلابد ان تعرف ما في يوم عرفة من جميل معاملة الله لك ازاي بقى تعرف ان الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم سيعطيك عطاء تعرف بي انه سبحانه وتعالى ليس كحبه حب يبقى هنا عايز تعرف يعني يوم عرفة اليوم ده لازم قلبك يمتلئ بان الله سبحانه وتعالى ايه لحصل سيعطيك عطاء به تعرف انه ليس كحبه حب ازاي قال من سوم يوم عرفة اهو واحد يسم يوم عرفة الله سبحانه وتعالى ايه يغفر له هذه السنة وسنة تالية ايطا يعني ايه يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك ان حبه متوالي متلاحق متتالي يعني ايه ما كان لله ده وما كان من عند الله لا ينقطع أبدا ولذلك الملك اذا وهب ما سلب يبقى الله سبحانه وتعالى لما غفر لك يقول لك اقبل اعرفني اعرفني بحبي بحبي لك وتذكر ان الجارية دعت وقالت اللهم بحبك لي اغفر لي فقال لها سيدها لا تقولي هذا ولكن قولي اللهم بحبي لك اغفر لي قالت هي كانت تصلي لما كان بتدعو ده فقالت له لو لم يكن يحبني ما أقامني بين يديه والله سبحانه وتعالى لو كان لا يحبك ما عرفك بيوم عرفه لو كان لا يحبك ما علق قلبك بالمغفرة بيوم عرفه لو كان لا يحبك ما جعل قلبك يشتاق الى ان يمنى الله عليك بهذه العطية في يوم عرفه فتعلق وتشوق وتحقق وتخلق يبقى انت عايز تكون من اهل التحقق في يوم عرفه تشوق يا رب يا رب جعلنا في العام القادم من اهل يوم عرفه جعلنا نتنسم الان انسام اهل عرفه يا رب العالمين فتشوق وتعلق وتعلق يا رب لح بان ربنا يخفر لك وبعد كده ايه تحقق ان ربنا غفر لك ايه اللي حصل ثم تحقق ثم تخلق بقى تخلق يعني ايه حول ده الى اخلاق انو الان ان فيه خلق هتسميه الخلق الذي فتح الله له قلبي في يوم عرفه يطلع بقى العطف على الناس يطلع السماح عن حد كان اذاك يطلع ان انت تتعلم الصبر بس يعمل كده ايه بتكلمنا عن النية بتكلمنا عن الاحرام بتكلمنا عن الطواف بتكلمنا عن يوم عرف